ادي القفص و ادي العش و ادي العصفير و تعالى نشوف الانتاج ان شاء الله اللي بازن الله الموسم الجديد بيبدأ و تعالوا نشوف يلا اول بيضة قبل ما نبدأ الفيديو باتمنى من حضراتكم اللي اشراك في القناة عفعي زر الجرس علشان يبصلكم مني ان شاء الله كل جديد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته قبل ما تبدأ مشروعك اول حاجة بتعملها انك بتجهز المكان اللي هتحط في العصفير وتجهز الافص اللي انت تحط في العصفير و يفضل طبعا ان يكون افص كبير لكل انواع العصفير بتبقى افضل لان الطائر هنا بيجد متعته و طبعا بيبدأ ان هو يتير في كل مكان ولكن طبعا بالنسبة للكوكتيل لازم يكون الافص كبير طيب تعالوا نشوف بقى احنا هنا بربق ايه بربق الكوكتيل والروز و ليه الكوكتيل والروز لانه من اكتر العصفير المربحة في السوق اللي هي تعتبر سوقها شغال و ماشي و بتباع بسهولة جدا جدا طيب هنا طبعا اول حاجة انا بحضر الافص بتاعي افص كبير عش المناسب بتاعه الكوكتيل بيكون ليه اه العش بتاعه اه معروف البياضة بتاعته معروفة كذلك برضو الروز ليه البياضة بتاعته معروفة و بعد ما بجهزهم ببدأ بحط فيهم النشارة الوسط باهتم جدا طبعا بتغزية العصفور ما منشغلش عنهم كتير ولو روحت الشغل قبل ما روح الشغل الصبحي لازم احطولهم الاكل و احطولهم المية والدنيا قدامهم تكون نظيفة ولما ارجع من الشغل اشوف لو الاكل خلص ابدله و احط اكل غيره وابدأ كمان احط لهم اكل تاني غير الحبوب يعني انا نوع لهم في الاكل انك انت كل ما هتنوع لهم في الاكل كل ما هم هيدوك و هيبقى الانتاج كويس جدا طبعا ده اللي قدامنا دوت اسمه الروج الروز طبعا دي من احسن انواع العصفير اللي منتشر جدا في السوق تعتبر سعرها حلو جدا طبعا بيوصل الجزء منها دلوقتي الالف تلتمية والف ربعمية اما الكوكتيل اللي حضرتكم شايفينه دوت او القروان الكوكتيل اللاتيني اللي بيوصل دلوقتي سعره في السوق من سبعمية وخمسين الى تمامية الجزء الكبير الشغال اما الجزء الزغليل بيوصل من ستمية لستمية وخمسين لما بيكون حالته كويس وطبعا احنا هنا دلوقتي الموسم بدأ بتاع الشغل العصفير احنا دلوقتي في شهر عشرة فبدأ الحمد لله ان هم يحطوا اول بيضة عندي وابدأ ان انا اصبر عليهم ومزعجهمش كتير لو شفت انا البيضة خلاص وعرفت ان هم بعضوا ما عدش كل شوية بقى افتح في العش وان كل يوم افتح في العش لأسيبهم براحتهم خالص علشان مزعجهمش طبعا انا دلوقتي بس خرجتهم علشان خاطر اصور لكن بعد كده هم هيدخلوا العش عادي خالص وهتبدأ ان هي تحط بقيت البيض بتاعها كل يوم يوم او يوم بعد يوم يعني انهار ده حطت بيضة بكرة ما تحطش اليوم اللي بعد تحط البيضة اللي بعدها لغاية ما تكمل الخمس بيضات بعد كده تلاقي العصفورة بدأت ان هي ترقد على البيض وخلي بالك ان الروز بيدخل الدكر والنتايا الاتنين بيدخلوا جوه العش وبيختفوا خالص هما الاتنين بيبقوا رأدين على البيض ده ميزة الروز ان الدكر بيساعد الانسة في الرؤاد على البيض معاها في نفس الوقت انما بالنسبة للكوكتيل بيعملوا ورديات يعني ممكن هي ترقد اتناشا الساعة وهو اتناشا الساعة سبحان الله هما الاتنين بريحوا بعض ويحس ان هي تخرج تاكل وتوقف وترتاح وبعد كده نفس الكلام هو يدخل فطبعا هما بيبدلوا مع بعض بطريقة طبعا ربانيا سبحانه وتعالى ربانا هو اللي عارفها فطبعا هنا تلاقي ان الكوكتيل نفس الكلام برضو بيبيض يبدأ ان هو يرقد على البيض ويرقد على البيض كم يوم 18 يوم اما الروز بيرقد على البيض 24 يوم بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم باشكركم جدا بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة تفعيز الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته